السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي واقل مسلم المحافظة الشرقية. كنت عبان وعندي وجع في سل جامد قوي. كان بيجي بيجي لعلى طول. مع المجهود مع طلوع السل مع كلام ده كله. اقف الوجع ده يخف. فطبع طفل الدكتور قلب عندنا. كشف علي وقال لي عمل رسم قلب وكان ده كله. وقال لي لازم ايه? تعمل اسطرة استكشاف. وبالنسبة كزا كزا لازم تعمل اسطرة ولو كده ممكن تركب دعامة او اتنين وكلام ده كله. طبعا انا خفت. انا بخاف من الحاجات دي او بخاف من العمليات وبخاف من الكلام ده كله. ففتحت انت دخلت على اليوتيوب قارت يا دكتور رامو اسماعيل. دكتور قلب. فتحت الفيديو بتاع دكتور رامو اسماعيل وسمعت اللي حصل. وحاكلنا وقالنا هو بيعالج بالعلاج ومش عارف ايه وكلام ده كله. فتصلنا وحجزنا. حاجزة عادي جدا. فلوس مش كتفيه خالص. حاجزة ملا فيش اي 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 تكليف عالية. حجزنا. وروحنا لدكتور رامو اسماعيل العيادة في الشيخ زايد. ودخلنا. كشفت عندكتور رامو اسماعيل دخلت عنده في القط الكشف. كمة الادب والاحترام والاخلاق والزوء. طعم معماريب طريقة كويسة. طريقة جميلة. وبيتكلم معماريب انا ممكن اقول لك ان لو دخلت عنده القط الكشف خفيت. من كلامه من اسلوبه من طبسطه في الموضوع. يعني احنا كنا في حالة صعبة. موضوع اسطرة بقى ودعمات وكلام ده كله كنا في حالة صعبة جدا كله. بيت كله عندي. فالراجل ده بسط لي الامور جدا. وقال لي الموضوع سهل جدا. والعلاج موجود ومتقلقش ومفيش اي حاجة وخير ان شاء الله. وقال لي على شوية تحت تحليل. قال لي اعملها في اي مكان انت عايزه. تحليل وائكه واشاعات وعملت كل حاجة. برا. وراحت له. ارتحت العلاج. ارتحت العلاج بتاعه جدا 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 جدا. فرق شاسع. ما كنت عليه. وبعد ما خدت علاجها دكتورة اسماعيل. الراجل ده راجل محترم. ويا ريت يا جماعة. الناس اللي هي بتقذي. بتخليها في حالها. الناس اللي هي مانهاش اي حاجة. ليه يقذوا الناس? ليه? انت ما زيش دكتورة اسماعيل. انت قذيت مرضى دكتورة اسماعيل. ما قذيتوش هو. انت قذيتنا احنا. قذيت الناس المريضة. الناس اللي معاش تركب دعامة وتريش تعمل تعمل اسطرة. انت قذيتنا احنا. ليه? لان احنا ارتحنا على رديد الرجل ده. الرجل ده قطر الف خيره. ربنا سبحانه وتعالى شخصه ان يكون طبيب يعالج الناس الناس اللي هي يعني من غير عمليات ومن غير تكاليف ومن غير كلام ده كله. ربنا سبحانه وتعالى صرف النازل بقى واخد زمالة ما اخدش زمالة احنا ارتحنا مع الرجل ده. كل مرضى ارتاحوا معاه. هتلي مريض من عند دكتورة مسماعيل تلقى من عنده وتكلم عليه كلمة مش كويسة. انا ملاقيتش حد بتكلم عليه غير اي حد. من مريض بتاعه ما فيش مالة مريض من عنده وتكلم عليه كلمة مش كويسة. انا مريض من دول المرضى بتاعته. دلوقتي عنده كنت خفيت الحمد لله وبقيت كويس. وارتحت. لكن اللي حصله دوت. بصراحة كلنا تعبنا. كلنا تعبنا. وزعلنا عشان. انه ما مستهلش كده بصراحة. وراجل بصراحة جدا. راجل كويس جدا. يا جماعة الخير. خليكم مشين في الخير. الرجل ده رجل محترم. من دكتورة مسماعيل ده رجل محترم جدا جدا جدا. صدقوني. انا بقى انا انا تجربة عملية قدامك اهو. انا كنت عندي انا كنت عندي الوجع اللي كان بيجيلي في السدري ده كنت بتدمر منه. وتعبت. وراحت لدكاتة لقول له اسطرة وقاله لدعمات. وراحت الرجل ده فعلا والله ارتحت. انا بكدرش عليكم. انا نفس اتواصل معه ونفس اكلمه. ونفس اقول له. يا دكتور رامي. يا دكتور رامي. احنا من نزم. يا دكتور رامي احنا من نزمه. لو عايزنا تواصل مع اي حد في اي مكان وفي اي حتة. لو فيه كانواة خارجية. لو فيه الرئيس نفسه حسن مباركة. الرئيس نفسه. آآ عبد الفتاح سأروح اكلمه واقول له. يا دكتور رامي. احنا مرضة. وبنا قدمين ضعاف وغلابة. فانا مش عارف الصراحة الكلام اكتر من كده ايه. انا اتكلم عن تقربة. واعملنا تحديل واعملنا اشعاعات وحاليا انا تعبت تاني. حاليا انا تعبت تاني. عشان ما فيش لعلاج بغضو ولا فيه مطمع من دكتور راميان ما نشي معاه. فحرام. باتمنى من الناس اللي هي بتقزي تبعد عننا. سبنا في حنة. انتو сотبقى زيتش الدكتور راميان. اضحت المرض ارتстроق. صدقوني. والله لان خالت الدكتور راميان في الشيخ زيد Gray ده متوضعة جدا والناس بسيطة جدا. والناس كويسة جدا ما اسمعتش انا الالفين جنيه والالتلات الاف جنيه والخمس الالمل. ما اسمعتش الكلام ده من منعت العلاج تعبت فيا جماعة عشان خطر النجلة عشان خطر النجلة وقفوا جنبنا ولاش تيقذوا الراجل ده الدكتور رام اسماعيل راجل محترم راجل خلوق واحنا ارتحنا عنده وارتحنا على العلاج واحتاجنا على وارتحنا على كشفه وارتحنا على كل حاجة الله العظيم علاجه خلانا خفيت انا بحلت في الله العزيزيان انسان بسيط جدا ويمكن ما نطلع الفيديو ده انا لعمر اتكلمت على فيديو والعمر الكلام دي كان ده كله ده كان اطلع عشان خطر اقول شاهد حق للرجل ده دكتور رام اسماعيل شاهدت حق بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى متوقع على الله لدكتور رام اسماعيل هيديني وانه احده هيديني انا مريض بقلبي فياريت يا جماعة تسيبوها على الله وتسيبوا الدكتور رام اسماعيل يشوف شغله يعالج الناس الغلبة يعالج الناس البسيطة انا 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 تعبت متعبان بجد ونسي تواصل مع دكتور رام اسماعيل عشان اشوف علاج لي لان انا عمره هعمل اسطرة والعمر عامل دعام والعمر هعمل قلب مفتوح انا ما عنديش مكاة ان نعمل كده ربنا يهدي يا رب حاجة يا النبي ربنا جعله سبب اللي ناكل دكتور رام اسماعيل ربنا جعله سبب مش احنا مش ابن قدمين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جعله سبب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله والله الموفق